أعزائي مشاهدة كورا بلس في كل مكان بعد نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وبلدات المحلة في الدورة المصر الممتاز هنشوف النهاردة طام التحكيمة عمل إيه أحمد الغندور ورفاقه وناخد بعض الحياة التحكيمية ونحللها ونشوفها مع بعض هنبدأ لطول في الدقيقة في أول خمس دقايق في دقائق الخمسة وهدف الأهلي الأول اللي تم احتسابه تسلل مش تسلل الحكم المساعد أحمد طوفي طلب احتسب الهدف في الملعب والمراجعة الفار هنشوف مش تسلل أو مش تسلل خط الفار هيطلع علينا ونتأكد أن الهدف الأول اللي ناني الآلي هدف صحيح الرجل المدافع بلدات المحلة هي المغطية التسلل وبالتالي لحظة لمس زميل للكورة وبالتالي بنيكلم هدف صحيح تم احتسابه ومراجعة صحة من حكم الفيار في الدقيقة 35 كان فيه احتكاك حصل هل فيه ركل جزاء لبلدات المحلة ولا لا عمر كمال عبدالواحد وصل للكورة تماما عمر كمال وصل للكورة تماما وبعد كده حصل الاحتكاك وبالتالي بنيكلم مفيش ركل جزاء في اللطة دي لبلدات المحلة واستمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم اللعبة دي كان لازم حكم وراه يوقف اللعب وراك لحرم بشرة للأهلي في دهس على القدم من لعبة بلدات المحلة فوت ان فوت وبالتالي بنيكلم كتراك لحرم بشرة وانذار مستحق للاعب بلدات المحلة الحكم مداش للخطأ ولد الانذار وبالتالي بنتكلم على خطأ لما يتم احتسابه وانذار فقدوا الحكم بنتكلم في دي 41 والهدف تم احتسابه النادي الاهلي المساعد احتسب تسلل في الملعب وبعد كده حكم الفي ار مراجعة واحتسب الهدف وهدف صحيح فعلا ما فيش فيه تسلل لكن الميزة في اللقطة دي ان المساعد عمل دي ليل الراية وبعد كده استمر اللعب لغاية ما تم احراز الهدف ورفع الراية بعد كده فد فرصة كبيرة للحكم الفر ان يراجع المراجعة صحيحة والهدف صحيح وتم تسلل خطأ واحتساب هدف صحيح للنادي الاهلي بنتكلم في الديئة 48 وراكل الجزاء تم احتساب الحكم موجود في مكان زاوية ردو شايف هو مكان احمد كان ممكن يقرب شوية بس هي زاوية ردو بمفتوحة وشايف اللقطة مصبوط وراكل الجزاء الصحيحة تم احتسابها في اهمال من لاعب الهدف المحلة اللي راح برجله وعمل اعاقة واضحة لامام عشور والعاقة واضحة وراكل الجزاء الصحيحة ومراجعة الصحيحة من حكم الفي ار وقرار في مجماله صحيح اللقطة دي راجل حرم بشر عمر كمال عبد الواحد والحكم اكيد في ايد انظار هي اللقطة لازم تستهل انظار للعب الهدف المحلة لان فيها هجمة وعدة ومساحة كبيرة للاهلي وانظار مستحق بنتكلم في الديئة 85 برضو احمد غندلوها في مكان ممتاز واحتساب راكل الجزاء الصحيحة لبلدات المحلة ايد لعب النادي الاهلي خارج برا جسمه مكبر الجسم وهي شوتنج على الجول لبراكل الجزاء وانظار لانها الكرة تزديد على المرمى اللقطة واضحة جدا وحكم مباراة احتسابها ومهم ان انا كحكم احتسب داخل الملعب وحكم الفي ار يراجع وبالتالي بنتكلم على قرار صحيح تم احتسابه وركل الجزاء صحيح تم احتسابها لبداية المحلة وانظار مستحق للاعب النادي الاهلي لان كان فيها تزديد على المرمى تنفيذ رجل الجزاء التنفيذ صحيح ومراجعة صحيحة من حكم الفي ار في الاخر بنتكلم على تسعين دقيقة والمباراة كاملة اداء تحكيمي مميز من طام التحكيم احمد الغندور وارفاقه ما فيش النهاردة خطأ تحكيم مؤثر على تلك المباراة حتى الخطأ اللي كان موجود الهدف اللي تم الغاؤه النادي الاهلي بداية التسلل تم تصحيحه من حكم الفي ار وبالتالي خرجنا المباراة بدون اي اخطاء تحكيمية مؤثرة وبالتالي النهاردة التحكيم ماشي بصورة جيدة جدا في مرش الاهلي واردة المحلة النهاردة دي كل حاجة عندنا في التحكيم شكرا لكم سلام عليكم